جيب لكم وصفة النهاردة بقى ايه حاجة عظمة زي ما انت شايف كده حضرتك براوني الاصلية عليها اوريو هتاكلها وهتلف حوالين نفسك من طعمك فاشيخ والاهم بقى ان انت شكلك هيبقى كده الصراع النبي يا جدعان احنا لسه خارجين من ايه من اصابة فقلوا بسم الله ما شاء الله ويلا بينا نبتدي في الوصفة على طول السلام عليكم ازيك شباب و اهلا بيكو في فيديو ان اعرض معاكم ميجو و داميجوفات فرميتك في البيت لو دي اول مرة تزور فيها قناة بتاعتي اهلا وسهلا بيك سلام علي اسمي ماجب بيقولولي ميجو عشان كده اسمي القناة بتاعتي داميجوفات اكمني اونلاين كوتش فرميتك في البيت اكمني بتمرم في البيت بقى دي اكتر من 10 سنين دلوقتي حدفي من القناة دي ان انا افيدك باي حاجة انا بتعلمها او تعلمتها او لسه هتعلمها و ده بيكون عن طريق تاملنات اللي في البيت اللي انا بلعبها الوصفات الصحية اللي بعملها الفلوجز الريفيو اي حاجة لها علاقة بالرياضة واي حادث فيرل حوالينا اعلم اهلا وليك فا اي حاجة من الكلام ده متنساش تشترك في القناة والاهم يا جماعة لو سمحتوا من الاشتراك في القناة انك تفعل جرس التنبيه عشان 90 فنمية من المشتركين في القناة اصلا مشتركين بس ما بيصلهمش اي اشعارات لما بنزل فيديوهات ده كده زي اجزائي اللي مش مشترك بالصالح عنا طيب بسم الله يا شباب بصوا كده بقى انا هوريكو الريس بيدي من كتاب الطبخي بتاعي والخطوات وكل حاجة طبعا لكل ما اعرفش يا جماعة انا مبارح صورت اول اكلها في كتاب الطبخ وهو بس كنت الديجست في البوكس ده وكنت نزلت لكم الفيديو على التيك توك وديتها لامي كمان تديني الانست اوبينيون بتاعها وهجابها جدا كما ارمش بطريقة مش ممكن زي ما انتو شايفين كده فانا هوريكو الوصفة دلوقتي على الكمبيوتر وهننفذها واحدة واحدة دي الفولدرات ودي الحاجات اللي انا انجزتها سوفور نفتح البراوني بكل الانواع طبعا احنا عندنا 500 نوع براوني عندنا براوني قليل السعرات عندنا متوسط السعرات عالي السعرات بحس ان انت اصلا لو ما ترفش اي حاجة في السعرات الحرارية خالص هتاكل براوني يعني هتاكل براوني اي ان كان السعرات الكل متاحة هي اي عايز تعمل باوز للفيديو انا ما عندش اي مشكلة خالص انا بوريكو ده زي سامبل كده ان كل حاجة هتبقى مكتوبة بالتفصيل الممل والكتاب ده يا جماعة ان شاء الله بازنك يا رب هنزل على اخر السنة دي فلكل اللي سألني بتقولي كده عشان الموضوع متعب جدا انا اعمل الابل سوس زي ما انتكاتب بالزبط في الكتاب والابل سوس ده حاجة لا يمكن الاستغناء عنها بعد ما اتقشر التفاحة بالمنظر اللي انت شايفه ده هتقطع التفاحة لمكعبات صغيرة علشان هنبتدي نسلقها اقوى وهنامل البيوري طبعا القشر ده مش هتتميه في الزبال هتاكله يعني انا كده كده في السعرات الحرارية حاسب التفاحة كمنا هتحط التصع على النار وبعدين هنزل بشوية مية تقيلة نص كبعية زي ما نكتبت بالزبط وبعدين هننزل بالتفاحة المتقطع كلما يكون اسهل في انه هو يتسلي او يتعمل ببيوري واي كده تنزل عليه ممكن تنزل بسكر ديت انا بحبه من النار بسكر ديت احب القرفة فانزلت عليه بالقرفة بعدين سنوال كده هتبتدي انك تضغط عليه زي ما انت شايف كده او تهرسه هو كده كده مع المية اللي بدأ يطرى وبدأ يتحول الى ببيوري زي ما انت شايف كده يفضل استمر برضو في العمليات النار متوسطة زي ما انا كتب بالزبط في الكتاب ممكن ترجع للفيديو او ممكن تعمل بوز بعدين ما تخلص البيوري كده ممكن بدل ما تقعد تهرس فيه زي ما انا بعمل كده ممكن تحطوه في الخلاط تضربه اسهل دول 30 جرام دي ابيض وعادي تاكل دي ابيض كما تركوا قبل كده كده 10 جرام كاكاو الخام انا باستخدام دريم 3 كياس او 5 كياس السكر ديت القذر معلقة صغيرة من البيكينج باودر الكيس ده بيبقى مفتوحة امي بتقول لي لازم تلفه كده عشان ما يبصش بس ما نطوعا يا اماهي هنقول انزل بمعلقة صغيرة من البيكينج باودر مهم جدا وبعد كده هنقلب كل المكونات الجفة مهم جدا خطوة جاية تبقى اختيارية انا كده كده في كتاب الطبخ عمل الابشن اللي بيسكوب بروتين وعمل اللي من غير وعمل اللي باللبن الحريبي البودرة علشان كل الناس اللي عندها واللي معنداش تقدر تعملوا الوهم الدي حكا هنكسر بضاية كاملة بيد وحدها عشان انا نشيف ميجو وبعدين هنستخدم الكرونا اللايت ممكن تسخنها بقى عندك في المايكرويف ممكن تسخنها على حمامية انا وردت لكم الكحوردة خمس تلف مرة هتنزل بالابل بيوري هو تعليم بقى 70 جرام انا كده هاسبها في الصورات الحرقية ان هي كفاحة كاملة وبعدين هتمكس كل حاجة مع بعض ممكن تسخنها بايدك زي ما انا بعمل كده وممكن تحطها في الخلاط علشان مبقاش فيه ابل تشونكس او اللا هي الحتة القطع بتاعت الابل التفاح يعني وبعدين يا باشا لو لقيت الدنيا ملزاعة معاك قوي ممكن تستخدم لبن خالي الدسم تتكلم في 50 ميلي انا استخدمت منهم 40 وفاضل لعشرة تقريبا اشربتهم تدر الواحدة واحدة كده هتقلب وتنزل باللبن واحدة واحدة هتقلب وتنزل باللبن وهكذا العجينة شكلها بقى عامل زي العجينة بتاعت البراوني العاصلية بالزبط انا كنت استخمت الشوكولات هنا بحمام مية ممكن تعملها بالميكرويف ممكن تحط عليها لقطتين لبن ممكن تحط عليها شوية لبن او مية مفيش اي مشكلة خلاص ممكن تحط شعاجة خالص هي ناس بتحطها زيد بس فاكس دي القريو طبعا هنستخدم المحدة بس ادي السوس الشوكولاتة هو طبعا لو انت مية بغبائي ده ممكن تقلل المية ممكن تستخدم بس شوية لبن صغيرين زي ممتلك وبعد كده هننزل بالشوكولاتة ديت على الميكسشر العظمة بتاعنا ينزل بها كده باشا ايه ودلعني في اللحظة دي عزيز المشاهد لازم نقول ايه يا دلع دلع هبهم بالعيد وولع صح كده انت كده متابع انت كده فانزاية اصيلة هنقلب بقى معرفش يعني اين مكسو بس انا بسمحها من الناس اللي بنسكندرية بيقولك نمكسو كل حاجة مراض فاحنا هنمكسو كل حاجة مبعض زي ما انت شايف كده لحد ما كل حاجة تجيت ميكست ايه ده مكسو جاي من ميكس والله تصدق اول مرة اخبالي ما علينا هتجيب ملد صغيرة تقريبا الديامنتر بداها مش هيكمل لعشرة سنتي وهتجيب ورق زي ده مهم جدا ورق الزي ده يا جماعة بعد كده هتفرد ورق الزي ده على المود ده ده حاجة ملاش علاقب اي حاجة خلص شاكل فاكهة كان عجيبني بس تصورته هتفرد عليه بالمنظر ده وبعد كده هتبتدي تنزل بالبتر انو مش عارف لين روعت انا مصور الفيديو ده بقى لي حبة حلوين يعني بعدين بقى طبعا انشان مسك الكاميرا بايد فهتنزل بواحدة واحدة بمعلاقة فطبعا انده ده عبط انت هتمسك الكمية كلها وحتنزل بالره واحدة نديها المعلاقة التانية وهي كده الكمية كلها وبعدين اديها الش�ل بقى كده تطع تهز فيها عشان تطلع لو عليها اي بابل زهوا وواكي هتدخلها في الفرن هتستنى عليها تقريبا 25 دقيقة او من 20 ل35 دقيقة لحد لما تتقيها بالمنظر العظمة دي هتطلعها بعد كده طبعا من ورق الزبدة هتطلعها من الفرن الأول بعد كده هتطلعها من ورق الزبدة وهتشيلها في إلتا اللي إجاء لحد ده ما تتمسك أكتر وأكتر عايز أقول لكم أن أنا عملت الوصفة ديت عشرات المرات قبل كده ونفعتش علشان ما كانش فيها الأبل بيوري الأبل بيوري ده يا جماعة حاجة كده عاملة زي الزبدة بس طبعا الهيلتي برجن بتاعها هنطلعها من الفرن زي ما انت شايفه وبعدين هنبتدي أني يكسر عليها الأوريو يا لحوة يا جدعان أنا لسه رحتها في مناخيري أقسم بالله كسر يا باشي كسر كسر وتقول لي الدايت وحش زي المتك يا رجل الدايت وحش شايفين العظم يا جدعان ده يبقى سامبل بسيط أقسم بالله من كتاب الطبخ اللي هنزله اتقلوا هتاخدوا حاجة عظمة شايفين بقى حتة الأبل أو حتة التفاحة دي يا جدعان شايفين طريها ازاي هنديها بقى اي دقة كده خفيفة هنخلص يا عام هنديهم بقى أيوة يا جدعان أقسم بالله طعمها فشيخ فشيخ لا احنا لازم نديها واحدة كمان واحدة كمان اخلص أيوة اوف شايفين يا جدعان مويست ازاي يا لهوة يا جدعان عالدلع يخرب بتقم الدلع أيوة اديها دقة بقى كمان كم واحد اللي خلفوني و بس دي الوصفة بتاعة البراوني بالقوريو طبعا في 500 فيرجن براوني بال مالتيزرز بالأيس كريم اللي بالأيس كريم دي على فكرة نعملها على القناة هنو نزلها، منزلها وفيه بالايس كريم العادي فيه كل حاجة ممكن تتخيلها فيه ملزة وطوب يا رب الفيديو بتاع النهاردة يجبكم يا شباب ما تنسوش تشتركوا في القناة خانيا نوصل أم التلاتين ألف ولا الخمسين ألف اللي احنا مش عارفين نوصلهم دول ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس للتنبيهات اللي هتشتري ملابس رياضي في كود الخاص معك التن والعايز تابع معي أونلاين هسيب رقم الواتساب بزنس بتاعي فأقول كومنت شوفكم الفيديوات الجاية وبيس